اشتركوا في القناة واخلاق عالية وهذا مش كلمي هذا كلم برشة زملاء موجودين معايا ونحن قليل الزملاء وين نجتمعوا لكن اجتمعنا على انه اخلاق عالية هو فنان مسرحي متميز مبدع في الكتابة والتمثيل والاخراج من الجيل الذهبي للممثلين من فناني الزمن الجميل على الركح اختار يبدأ مسيرته الفنية ويواصل فيها تخصص في المسرح اللي بداه بغرام وحب كبير في نادي الهوات درس المسرح ودرسه للأجيال اللي بعده بعيدة على التلفزة والإعلام قريب أكثر للفن الرابع الإذاعة والسينما مسيرة لأربعين سنة تقريبا مسرحية بامتياز نوعة السيرة الذاتية بين التمثيل المسرحي والسينمائي والتمثيل الإذاعي ضيف اليوم الممثل الكاتب المخرش المسرحي طهر الرذواني ناركزين مرحبا مرحبا محلوها الشلوغ اللي قدمتني بها حرستني ورشة ما حبيت ورشة الود والمحبة اللي بالحق معناها تكون صافية ما فيهاش لا من قبل ولا من بعد معناها هي كيف ما هي النبتة معناها سامحني بذرة التزرع تصبح معناها تثمر إلا إن شاء الله الخير والتعايش ما بين الناس في العموم خاصة أولاد المهنة مهنة الدراما بالعموم سواء كان في السينما ولا في تلفزة ولا في التياتخ ولا في الإذاعة هالحاميمية هذي ما هيش ضروري كيف ما انت تواقلتي مش بالضرورة نكونوا كل يوم نشوفوا بعضنا مي عني 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 بخاش معناها متحابين لله في سبيل الله يجمعنا هكي البلاتو وإلا الخشبة وإلا الستوديو في الرديو يجمعنا حبك المهنة حبنا نقدموا بالناس حاجة نحترموهم فيها ويحترمونا فيها وإن سي دي سويت يلو ترافاي كونتينو إن شاء الله نونك إنا قلت مخدمتش معاه بي كون بغز نهاري الثنين بيش نديو نخبر منهم بعضنا وكم بغزا نهاري الثنين بيش تولي يرعجب اليوم من المخرج الممتاز لطفي العكريبي وين كلمنا اليوم وعمل لنا صداق سيبو لطفي العكريبي يحكم بحكامه عطيانا الدات لطفي العكريبي يحكم بحكامه إن شاء الله يكون تجربة إن شاء الله بيش تضيف لي جس بي سوع بيش نتعلم منك وكيف ما من زملائي لكل كيف ما إني بانضامي ديزويتان في التربية لنقري التربية المسرحية ديما نقول لتلامتي راني جيت بيش نتعلم منكم قبل إنه أنا نقدم لكم ولي هذا كواجبي بتبعت الحال مي حتى تلامتي تعلمت منهم نتعلم أنا من زملائي نسرق بالمعنى ديس الإيجابي معناها الصنعة ما زلت ديما نتعلم لحوالي 40 سنة نتعلم نتعلم ديما نتعلم ودونك نهال ثنين بيش نبديو في مسلسل إسم ولموسوس إخراج لطفي العكرمي للمؤسسة للمؤسس الإذاعة الدونسية نعم مصلحة الدراما بيري إست أنور العيشي وين مرتو مرجانا مرحبا بيك تاهر شراء تكون تجربة مزيينة برشا وبيكسون معانا تباركالا برشا كما دليل مفتاحي وبرشا في هدنين أخرين مزيانين النشأة كانت فنائية كنقولوا نشأة كانت فنائية نعم ما معناتها فهم حكاية؟ معناها كانت من حوالي 12 سنوات عمري 12 سنوات بديت نعرف اللي دارنا معناها عند خاصة أمي وخالتي معناها لها خالتي أم الفنان الملتزم لأزهر الظاوي وفنانتنا المرحومة مونيرة الظاوي أضم ولد خالتي معناها واحدة دار خالتي هي دار الكبير أن تلموا فيها لأزهر بالعود ومن وقتها بدأ الغناء وبدأ الفن وخاصة الروح المزيغية اللي فيه الوالدة وفي خالتي والعائلة اللي كنت تشجع بالبيعاتها كانت هاكل لتشد وهذاكا وهاكل إلى آخره بالتالي فبديت نغني بديت نحب نغني وكنت بديت معناها نتعلم في العود معناها نتعلم في العود معناها نتعلم في الغناء وكل شي تبقى شنوة في الليسي معناها ما زلت هاكا ثلاث كاترزان صديقتان إلى الآن معناها ببهجة وفاهمة شافوا لي أنا نعرف أن نقلت عبد الحليم حافظ في الأداء ما عادش همهم الصوت ولا همهم كيفاش أنا الملامح وكيفاش لجاست وكذا فوقتها قالوا لي فما نادي في دار شباب قفصة هواين وفيه مسرح من لي مشيت للنادي لتوا ما قررتش معناها من وقتها قررت أن يكون هذاك عالمي تعلمت عند المعلم الكبير منصب البلدي ومن بعده نعم تحية كبيرة ليه من ننساش فضله ومحمد ساسي لكتاري كذلك نفس النادي هو من بعد خذاع ليه القليار هذه الأسلوبichts المنصب يحبنا français للشباب هؤلاء محارد هذا الأسلوب في الأسلوب ومنصف ولوأن من أخير أخير قالواني هؤلاء النادي في النادي وجنوا هذا أسلوب ليه المنصب وأسمان لا نضعنا إلى الأسلوب el sorta قولنا بأساسيات وحتى الأعمال التي نعملوهم في النادي كانت مسرحيات مسرح العبث أنت يعطي غرف لي شيء ما هوش الاحترافي لهم يخدمون فيه فبالتالي أعطاونا برشة إضافة أنا من بعدها كي دخلت المعهد العالي في المسرحية لقيت روح يجاهز معناها فما برشة تعلمات أنا دي جاء ما اكتسبتهم مع وقت يكنت في نادي مسرح الشباب البريود هذي كان معناها إلى أن اللي زاد ما ننكرش فضلهم اللي علموني الكل وعطاوني الأبجديات خاصة والأساسيات اللي بش ندخل بهم للخشب بطريقة احترافية وبصفت احترافي وقت هات والي تقولت يا رحم مالديك اللي علمني هذيك والي ساع ساع خاصة في لزاد ما كناش ساعات هكا دي فاسا جاديد ساعات ما تحبش تمشي ساعات تمشي وماكش حاضر ذهنين تتذكرهم الكل تعلمات هذوكم وتتعامل بيهم ليزوتيلي بزل ستوها تستغلى فيهم باينا باش رجعك رجعني لعبد الحليم حافظ اعطيني ترايف عبد الحليم حافظ طوها طجأتني والله ليساني شيقة لدي عبد الحليم شكول اللي يقول هو اللي صديقنا زوهير رايز يقول لساعات هكا يحبك يتمنى يقول سوتيتي عبد سوتيتي عبد اه بشتغلى كيف وزيدا زود لين حبكك تشوف لي هكا فازا هكا خلي نعمل ديها شاو بالله فجأت لنو تراكم من عبد الحليم كله توفي مخي معناها من سبقين مرة من اول غناية غناية سوتيتي عبد الحليم كله سوتيتي عبد الحليم كله سوتيتي عبد الحليم كله حاجة غريبة 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 إندي يومين إلى آخره عليش منلقاوكش طهر في الإعلام عليش منلقاوكش مليزن في تيت برك الله مصرح ومصرحيتك معروفة ومدور عليش منلقاوكش في لزيميشون الكبار نعم تعرف عليش مش هما بقاسريرا هما كيفاش لاختبنا ولا تناهب هما عايتولي ولا أنا حرست ولا أنا حرست جوست كتب ده عندي معناها انتزام خاصة مع جروب ممكن أنا مسؤول عليه وقتها نحرص بش نكلم ونتصل ونعطي البرودوي ونطلب منهم يعديونا البرودوي أما في العموم ما نيش حرص على خاطر أنا بصراحة راني حشان برشة والله هي نحش ومنحبش معناه وعمال التراكم التجربة عمال نحس سعاد يكلموني راه كل عام على أدوار قصيرة عملتهم أنا أدوار قصيرة فترة ما عادش تنجم تعمل أدوار قصيرة على خاطر تحس الطاقة اللي عندك والشحنة معناها تلوج على معناها مجال متع تعبير أكثر من أنه يكون دو جور دوغناج ولا هكا كورو معناها دور قصير مش دور صغير أنا أكزشتو با دور صغير فما دور قصير ودور طويل دونك نحس اللي اللي نغجي اللي عندي ما عادش كفيني نعمل دور قصير التالي ما عادش نحرص اللي كاستينج وكل شي باحترامي معناها ما عادش نحن خطر دونك أشياء ما عادش كاستينج وكرا؟ الناول اللي كاستينج اللي أنا نطلع عليهم في الواحد خاصة اللي يعزي وستشيو بعدما هما كملوا واختاروا معناها وعملوا كلهم كيكة همتال. يكمل يختاروا بعد يحط الكاستينك على العيني. يعملوا لانانس اللي هو ذا بما انهم مؤسسات خاصة هم حري يعملوا اللي يحب. وانا زاد حر منه اللي شارك بما انه ينسجي دا معناها دوين باكتسي باسيان وهاكيان باساش. ما عاش تهمني الحكاية لي انه كي ما قلت لك راهو شوية بالنسبة لي أصبح شوية المجال مش على خاطر انا ما نحبش. لا نحب ونحب نكون منتشر على خاطر عندي مسرح نخدم فيه ديما. نحب نكون انا منتشر باش وقت نقدم المسرح يمتاعي الناس تجيني باكتر عدد واكتر اقبال هذا هو. اقترخوا عليك اعمالي ورفضتها طاهرة. مثل تليفزيون. كل عام اي كل عام يكلمون. وتلقاهم ادوار ممكن. اي 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 اترامي ليهم مارك الله وفيهم اي اترامي ادوار قصيرة. اي اي. ما اعتدرت انا ما اعتدرت على خاطر بكل لطف خاطر مش شوية عليا. جستبرك. نقولوا مسرح نقولوا انه يظلم الممثلين خاصة ما يكونوش تحت الاضواء. نعم هما الممثلين المسرحيين اللي هما ما يظهروش في الاعمال الدرامية وغيرو. ما عندهم اضواء الا هيك الاضواء في الخشبة بركة. ما تماش اضواء اخرى تصلت عليهم. سوقتو وقت اللي ولينا نشوفو انو عملية الانتقاء ممثلين ولا. من اماكن اخرى غير المسرح. غير خشبة المسرح. وحضرتك تعرف مليح اللي مخرجين اللي في التلبزة الوطنية قبل. قبل الانفتاح. لو انها اخذت من المسرح مشيت. بالضبط تعرف اللي مخرجين اللي في التلبزة قبل كانوا يجووا للمسرح يتفرشوا بور كختي. مش يخذوا بش التقيو. مش تكاستي ممثلي. ولا. فما بلايس اخرين يتخذ منهم يختاروا منهم الممثلي. اللي هما شنومة لبلايس. غير خشبة المسرح. أبار خشبة المسرح. أبار خشبة المسرح. معناها من نجم يكونوا موجودين في أي بلاسة. ولا سيما ولا سيما. وأهم شيء. من الملقاوي تحب تقول؟ لا لا. لا يا المتباري. لم يعرف. لا محضرت. لن نحاول نتغير. لن نتغير من الرواد. للكاباري. أحدهمتي؟ لن نتغير من الرواد. أما نعرف. نحن نحب أن نتغير. أما المرة في الفعل لا نتغير من طريقين. ولا نتغير من هم من الملاهie أو لا. أما في الانستغرام والغيزو السوشيو. وبالتالي نتيجة ديمة 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 نتيجة ما هيش ما هيش باهية على خاطر فالأخر نحب الناس كل تنجح وقت ري قدموا لي فتاة ولا فتاة في درول برينسيبال في سيتكوم ولا ولا في مسلسل معناها دراما منحبو ينجح منحب الناس كل تنجح كي تعديت في الإكران منحبك تنجح أما مش من بعد كي أنا أنا نون سلمان في الإكران ما أقنعتنيش وزيد من بعد حتى كي تصرح في تصريحات من بعد الإنسان مش فاهم المهنة أصلاً مش فاهم مش معنة تمثيك ومهنة الممثل وتركيبة الشخصية وإلى أقريهي وخان ما نحبوش ندخل في العلمولوجيا برشا أما على الأقل أبجديات بدل عارف أبضوما ناس يصرحوا يتكلموا على أدوارهم بالغالط حتى بشي حقاً حتى بشي حقاً هذا كعليش غالطة المسألة الإختيار هذه من يفوالي وطيعتخ لأنه معناها قال هالي مكون قبل كويني في الإضاءة المسرحية قال لي غيان دو سوكري وطيعتخ إيجا للمسرحة خاطر ما فيشي ما تخبي تشوف الإمكانيات الصحيحة امشي شوف نوادي أنا والله من حبش نطول عليك درنيار مو كنت في ديسمبر كنت في لجنة تحكيم مع مادام دليلة متاحي ومسيو يولوتش في التركي لجنة تحكيم انتع مونودرام الليجون مونودرام ديودرام في سباقص عملتها معناها مؤسسة ثقافية محلاهم الأولاد ممنين بالمشروع جوكر بروداكشن مشينا شوفنا ديجون ألورلات لامذا وديزيتيتيون حتى ما همش متمرسين أصلاً ولكن ديجون شوفنا حاجات عالية عالية على الأخر معناها أحياناً أحياناً في الملايين تشوف مواهب عظيمة والله فما عروض من عروض هكاً فخصان معناها دليلة تعملي شنو هذا الإبهار هذي والاقتدارات هذي هذوكم ميراهم حد على خطر ما فما حد يمشي لهم مش طالب أنا بستمشي تعمل دورة في الجهات راه انتي حرة تحب تعمل دورة ليه ليه سامحني كان جات الدنيا دنيا را وفما شكون معناتها يمشي للمهنة هذي بالذات بشأنو يكتشف المواهب وبعد يجي التونس ويقدمه ويمشي للمعمل الأصلي يمشي للمنبع يمشي للمنبع دي أسألة الإجابة متاحهم زي ما ما تفوتش 30 سجون ده واو أي تك 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 أنا نسيت لي أنا في التلفزة خالف المسرح عندنا الوقت جستماي ليه هو الوقت كله عشرين دقيقة دونك عندك اليوم المسرحيين عندهم دي ما أكثر حظوث كيمشوا للتلفزة والتمثيل ولا لا ما فهمت سواء المسرحي كيمشي للتلفزة عنده حظ أكثر من غيره ولا لا لا يعني في الإتقان في الإتقان طبعا يلزم يكون مؤكد هذا اللي يلزم والواقع والواقع نسبة 70% اختيارات غالطة المسرحي ينجم يكون عنده لكسي متاع الجو لدرجة أنه ما ينجمش يمشي في التلفزة؟ لا أبدا الممثل كيفما يتعلم تضخيم الحركة والأداة كيفما نفس الشي يتعلم الإيكولميزية لأنه ينقص ويصغر في العالم تكتب للمسرح اليوم المسرح التونسي قريب الواقع وحاس برايك؟ نعم نعم تبقى شنوه هو في الأسلوب أحيانا يبدأ الأسلوب ما هوش موفق الأسلوب المباشرة بضبط يدخل وغاديك في الزون هديك ما عادش مسرح يولي قهوة كنا قبل لك الفي ناس بتاع لي توصل المساج من غير مباشرتية وكل عهد السابق قبل ما كنا نتحيله بالتلميحات كانت حاجة مزينة وتخلي المتفرجي شيخ يخمخ ويخدم يفكر هي بالضبط وحريت التعبير معناها عطلت شوية المسألة هذه لانه ولا كل شي مباح ومتاح هذا كالريسك انه المسرحين يتيحوا في المباشرة تيرا ويفقد الفن رمضيته ودللاته وكله نيفقد النيانس والدعوة للتفكير بيش تبليك ديما معاك يمتيقظ ويفكر معاك متخليش متجيبلوش كل شي في بلاتو معناها جاهز برشا ما يعرفوش انك انت تكتب اغاني وتعملت زدا مع برشا فانيين كبار العفو احيانا 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 انا انا كتبت والله مش برش على محالة احيانا كتبت احيانا احيانا ابتعوش تفكير كبار لبنان عمان سمعنا شوية توباي اه 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 لا ثانية لا ساعة ذهني خفت تسمع في الماضي كنت صحيح تلقطاعة في الماضي كنت صحيح تلقطاعة واليوم حبك راح ريحكي لرياح مركب نصب شراع عوقتو بكا ننعود ودين تبا يعطيك صحة تهر دونقباد نجيح موندرام البطل فمانيت موندرام اخرى اول ومن شو اه الموندرام هذه الموندرام السياسي الكوميدي البطل اللي هو نخدم عليه مع صديقي المخرج كامل بوزيدي يعني نحييه وصديقتي سلمة لجنة نحياها مديرت الانتاج موندرام رشاد بالحم نحييه برشا من 2013 حتى إلى 2019 كنت كتبت التكست على خاطر المسألة كانت متحولة نحنا نخدم على المجلس التأسيسي وقتها ايه كي تغير 2014 ولا فما مجلس نواب الشعب تغيرت شوية الخط العكس معناها متعة المسرحية معناها بيش تكتب ولا حاضر انه يكون مواكب للأهد لأنه كله في إستسابة المشهد البرلماني اللي هو احنا شوفنا اللي هو سيء جدا ووصلنا الأفكار هذه في النص لذلك كانت تظهر في البطل الثاني كانت تظهر في البطل خممنا في الأشخاص بشخصية على خاطر جاء من الأول المسرحي كل ما عدينا في أنحاء أو في نواحي المجلس في الأشخاص بشخص يدخلوا نائب هو هو مقرأة، هو أن يكون متجنواً و ليس في الشخص لإنجاد أن تذهب لنائب الصدفة و ليس نائبها، هذا البطل الثاني نتبقى فتح بهم النوحي الذي يمنح في السوق بالنسبة لنا فيية وفي الموارد كالتفال لا يمتزم هذه العروض كانت تحتاج إلى تحتاج إلى الوضع الآن بحقنا أن نقوم بسقعد بنارحل الوضع النيابي أو المشهد النيابي ثم يتم تثهر الوضع انفجار كالكوبار انفجار إن شاء الله انفجار إن شاء الله هي الكلمتين يشبه له بعضهم انت تخكي على الانفجار ولا الانفجار يجب يكون ثم انفجار بشو لي انفجار من خلاله سين انفجار خطر انا في موخي دي سي مارس الأمور بحكري ونحن انت ارتيست بطبيعة تقديمتي بوزيتيف من الانفجار نقصد وانا الانفجار كيف مالي صار في الانفجار الكبير اللي شكل القارات متاع الكوكب الارض خلق حياتي نحب انفجار هكاكي نستنى فيه انفجار اللي يخلق انفراج واللي ثم على الأقل شوية هدوء وشوية نرتاح والشعب ما بتعبنا تعبنا نفسه نير انتي كمسرحي وبرشا مسرحي ضد الوان منشو انتي ضد الوان منشو في ترونت سيجوند مانيش ضد الوان منشو تبقى يفو رسبكتي اللي غيقل دولار فيه اللي 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 مبنى عليهم الوان منشو منصمم موالش وفم خاطر تسمية وتصنيف استعة Él كانаявانوي اني نارل مانيش اقبع نج corr اللي حب يعمل والوان منشو بالنسبة لي نتمناه ناجح اي اما اعطيني اسم 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 انتع الوان منشو اريتا حاسيته ناجح والله تعرف شن هو بشي نسميلك انا اسم نحبو يعاود وان منشول وجعفر الياسمي على خاطر متقن بشكل معناها ما شاء الله عليه متقن فيه تعتبرو نمبر وان في الوان منشو اي معناها الاخرين لكل هم مجتهدين وحاجة جميلة ياسر جناتو جسوليني وجيها جندوبي حاجة بديعة تحية الجعفر نعم نتمنى معناها انه انه جعفر يعملنا المنشو في تروند سيجوند طهر في تصريح ليك قلت اينا قليل الجواز وميهمنيش التتويج هانك بالفعل ميهمكش التتويج او التصريح ذي كان كردة فعل على عدم تتويجك لأ انا مقتنع بيه وعمناور خديد جايزت احسن ممثل في الاردن على ال والله في دور ثاني معناها انا ما كنتش دور ولكن ما قصروش انتبهوا للمجهود متاعي واختيت جايزة ولكن ما تهمنيش الجواز انا ما اهمنيش التتويج بقدر مهمني التأسيس كيف نأسس حاجة تدوم باسمي ولا باسم المجموعة اللي معايا خير لي من كونه معناها ناخو جايزة معناها باهرة يتحفز وتشجع وقت اللي نشوف انا باش نأسس حتى كلابرا باش نأسس ولا باش نأسس مدرسة ولا باش هدايا بالنسبة لي هداك تتويج بالنسبة لي معناها ثمرة الممثل المسرحي تاهر الرذواني كنقولك اللي جاني كنقولك كنقولك منظومة الدعم المسرحي المسرحي ماذا تقول لي منظومة يا للهت الكل منظومة غالطة غالطة لانو جات في فوعة في فورة موش في فورة جات في دونيل اونس الناس ندفعوا المسرحيين وكل شاي تريبيان ونحينا لجنة التوجيه اللي كانت اللجنة الرقابة تريبيان ولكن عوضناها بشي متسرع بمنظومة متسرعة اللي هي هاللي جان هذي لجنة خاصة لجنة الدعم ولجنة شراءات ولاخرهي تظلم الفنانين المسرحيين نعم هاني جايك شكلا باهي كي نعملوا اللجان تبقى مكونات اللجان الشنية كيفاش كل منشكون متكونة منشكون متكونة من بعض حتى المنظمات اللي ما عندهاش علاقة بالشأن الإبداعي بقدر ما هي عند علاقة بالشأن الاجتماعي كيفاش نوة مثلا اي نقابة مثلا أنا ضد انه نقابة مهما كان نوعها تكون فيها اللجنة الاختيار الأعمال الإبداعية على خطر تكتفي بدورك الاجتماعي مع الفنانين دي جاي شانتي كبير ويراب يش تنجموا معناها ويجب نكونوا ناقفوا معاك الكل باش نعاونوك باش تفض الوضع الاجتماعي التعب برشا للفنانين المسرحيين بعد يدخلوا في اللجنة الاختيار معناها الأعمال الإبداعية أنا نتمنى انه ما يكونش ممثل من حتى لا منظمات ولا غيره نتمنى اللي إدارة المسرح يتم تعيين مديرها على ضوء مشروع لتطوير الفن المسرحي في تونس هك المشروع هذك اللي جان اللي بش يتعايلوا الأعظام هيلتزموا بالمشروع هذك نقصنا لماكسيموم من الأعراء اللي أحيانا تعطل ما يشت ما تفيدش والليجان هذية يختارهم بالتشاور معناها مع مؤسسات عمومية حتى مؤسسات خاصة وش مشكلة أما التشاور معام بيختاروا ناس اللي أولا ما هماش انكلوا في اللعبة اللي ما هماش يقدمين من قريب ولا من بعيد مش نا فما عضو مش تظمن المصدقية والشفافية فما عضو في اللجنة وأنو اللي يكلم العضو ما عندوش مصلحة هوا بش ما يعطيش الفلان ويأطيش الفلتات مش نضمن أنا حتى حيحة حتى شكوم بالضبط وخطر نقابة ما يبش تدافع على منظورها وأنا مانيش مخرط معاك شنو نعم والكوتي السوسيال انو هما أحيانا فم بعض الأعمال تدعم لأسباب اجتماعي شنعاونو ما تليقش أصلاً يعني كأنو أنا معناها وكبرر أعمل مسرحية وعلى أقل فيها شوية عملي قانون الفنان أحرصلي على قانون الفنان سمحني في الكل اعتصم في مجلس النواب بش يسرعوا لك في النظر في خاطر البارح حوما لجنة فقطة في مجلس النواب معناها هاكل زعمة برنامج العمل المتاعهم البارح في المجلس اللجنة فقط وشباب ورياضة وكل شيء برنامج العمل المتاع المطور آخر فقرة فيه هو قانون الفناء بيانك أنت كان قابة ولا كغير أي منظمة معنية بشأن المسرح سنسرع أنا ونطالب باحترامي على الأقل احترمني حطني في الورد الدجور حطني أنا لول وتحكي ونفرض عليه بش نايم بشي يناقص من العارك ومن الهامشيات ويتلهالي بقانون الفناء مهمة المنظمات ونقلات رببي سهل علينا يا ردوين طاهر قلت طاهر ردوين فريمان هذا موضوع أولا يتولوا شرحوا ثانيا نحسوا ماظلة كبيرة ويلازموا إرادة سياسية وذي كنت نقولوا من قبل الثورة مش من طوى في أي حاجة تخص السلك الفني والثقافي بصيفة عامة في تونس كان لي أجمل الشرف اللي كنت موجود معنا يا كم منها والله سوية الوقت يتعد معك لأنه أنت حلوة المعشر عايشك وأنا متشرف برشة اللي نعرفك أولا كإنسانة وبتبعت الحال معناها نحب برشة أدائك في التلفزيون وعندك برشة صدق و برشة محبة للطاقتناع و للبرودويل اللي تتخدم فيه كيف ماليكيب اليوم محلاهم الكل عايشك نحييه من كله شيف أمونا هابش نذوقنا تواشف أمونا المقرونة هاي ها نموت على المطبخ نحب برشة الطيب إن شاء الله أخوين نتقابلوا إن شاء الله نهاء الاثنين إن شاء الله في المسلسل الجديد صابر لموسوس وأنتي هو صابر دون كان لي أجمله الشرف الممثلة القديرتها الرذويني كنت موجود معنا على قناة تلفزي تيفي مرحبا بيك دائما وأبدا دارك نحن نمشي وفاصل ثم نمشي للدرساج خاتر الشيف أمنا طالق انتظاروها وتو سويت نمشي والإيجا لنا ذو قلبنا